من جانبها أكدت دكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية في مجمع السلمانية أن الفريق الوطني أجرى نحو 438 ألف فحص مختبري مشيرة إلى نجاح الجهود الطبية في كبح انتشار المرض ومؤكدة ضرورة الالتزام بالمسؤولية المجتمعية في هذا الصدد في هذا إلى اليوم وصلنا إلى أكثر من ناحية الفحوصات 438 ألف فحص مختبري وطبعاً نحن نتكلم أكثر مرة ونقول طبعاً هذا عدد كبير جداً خصوصاً بالنسبة لعدد سكان مملكة البحرين هل يعد نجاح؟ فعلاً هو نجاح كبير معظم دول عالم لم تستطع وصول لهذه النسبة ونجاحها يتمثل ليس في الرقم كحد ذاته إنما هو في نسبة الفحص وقدرتنا على الحصول على هذا المريض أو المصاب أو المخالط لنتمكن طبعاً متابعة المخالطين وعلاجها في الوقت المناسب النقطة الثانية اللي حابت أتكلم عنها اللي هو ضرورة الالتزام بجميع الاحترازات اللي احنا ذكرناها سابقاً وفي هذا الموضوع طبعاً نتقدم بالشكر للجميع اللي ملتزمها من بدنا طبعاً نحن نتابع موضوع الكوفيد-19 إلى هذا الوقت عندنا أعداد كبيرة فعلاً ملتزمة بجميع هذه الاحترازات وفي البعض ملتزم بجزء منها نتمنى منهم التعاون في التزام بجميع هذه الاحترازات لاحظنا في الفترة يمكن الأسبوع الماضيين طبعاً في بعض الأشخاص الأعراض ما يبلغون عنها في مرحلة مبكرة هذا جداً جداً مهم إذا كان في أي شك وإذا كان عندك عراض بسيط يعني تقدر تتصل بالرقم ولا تنتظر أن تكون الأعراض كلها مكتملة يعني ما شرط أن يكون عنده الكحة وارتفاع الحرارة والصعوبة في التنفس لا إحنا نفضل أن يوصل إلينا المصاب في مرحلة متقدة يعني من بداية المرض ولا يكون في مرحلة متأخرة ويكون صعب طبعاً الاستجابة للعلاج مثل ما أثبتت الدراسات العالمية